نحن هيئة تنظيمية وهم وزارة تنفيذية طب هاي التنفيذ صعب عليكم إذا فعلياً كان هناك عملية تقشف عند الحكومات لإلغاء وزارة ما يعني الاتصالات إذا قمتم بمهامها يعني حقيقة إلغاء مهام بالتالي دائماً يتحدثون عن عمليات إلغاء وزارات وتقليص وفائضين وفضائيين ما هو قانوني إذا نتحدث بالنص القانوني الهيئة لا يمكن حذفها باعتبار ذكرت في الدستور العراقي أما الوزارة هذا أمر وشيء مربوط بالحكومة والبرلمان العراقي إحنا كهيئة لا يمكن أن ندخل في هذا الموضوع حضرتك دكتور اختصاري عمل الوزارة كامل فقط بجانب بوابات وإعطاء انترالي هذا عمل ليس بقليل حقيقة عمل كبير وجبار لكن المشروع اليوم كم أكبر هو أنتوا اللي ترسمون مخططات العمل عدم صلاحيات أخرى وترانزيت اللي موجود البوابات النفاذ اللي موجودة هذا أعمال كبير حقيقة هذا جرني لتساؤل ممكن أقول لك إجقد عدد العاملين بهيئة الإعلام وإجقد عدد العاملين بالوزارة الاتصالات أنا حقيقة الرقم الدقيق في الوزارة ما عندي بس اللي أعرفه 16 ألف عدد الموظفين في هيئتنا العدد ما يتجاوز الـ 850 موظف كافي يعني نحتاج بعد تقريباً إذا نوصل للألف ممكن يكون عدد إذا وصلت إلى احتياج لسه مصار عملية تدوير ما بينكم وبين الوزارة الوزارة عدنا شركات عامة مرتبة بيها إحنا ما عدنا شركات إحنا جهة تنظيمية مو جهة تنفيذية الجهة التنفيذية تحتاج إلى شركات منفذة مثل شركة السلام وشركة الاتصالات والمعلوماتية هذه الشركات تعمل في كنف الوزارة وبالتالي عدهم موظفين وعدهم إحنا ما عدنا جهة مو تنفيذية فلذلك عدد موظفين قليلاً بتفاصيل الهيئة موضوع المجلس المفوضين هذه محلقة زائدة عندكم؟ لا هذه مذكورة بالقانون مجلس المفوضين كعمل فعلي حسن القانون رح يتعدل نحن نحشى عن تهدي القانون بالنهاية يكون أتحدث عن التشكيلات حتى المواطن العراقي أيضاً يكون بعلم هيئة الإعلام والاتصالات فيها خمس تشكيلات رئيسة رئيس الهيئة وهو رئيس الجهاز التنفيذي والمسؤول عن كافة عمليات الهيئة ومجلس المفوضين من تسعة أعضاء وهم بمثابة من يضع السياسات ومن يصوت على الميزانية ومن يتابع التقارير وله مهام مهمة جداً في إقرار اللوائح التنظيمية ولدينا لجنة الاستماع هي بمثابة المدعي العام ولدينا مجلس الطعن هو بمثابة المحكمة وفيها قاضي مستقل يتم تعيينه من مجلس القضاء لعلى هذا قاضي مختص في مجال الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدنا دائرة المفتش العام الذي تم إلغاء مؤخراً وفق قانون الذي ألغى قانون المفتشين العامين فصار عندنا أربعة في هياكلنا التنظيمية وبالتالي لا يوجد حلقة زائدة وفق قانوننا وتشكيلاتنا تحدثت عن مجلس المفوضين مجلس المفوضين نعم أنا لا أعتقد أنه هو حلقة زائدة مجلس يضم خبراء في مجال الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم يتدارسون فيما بينهم اللوائح التنظيمية ويقرون هذه اللوائح التي نعمل بموجبها وننفذ القانون